موسيقى خلال اجتماع الحكومة مدبولي يؤكد ان الدولة تتحرك لمواجهة تدعيات الازمة العالمية الراهنة الخارجية ترحب بقرار بريطانيا بتعديل ارشادات السفر الخاصة بجنوب سيناء والفيوم زيل نيسكي يؤكد اهمية انضمام اوكرانيا للاتحاد الاوروبي وبروكسيلا تبعث رسالة طمأنة لكييف التساعة مساء في القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش نشرة اخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري اهلا بحضراتكم موسيقى اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ان الدولة تتحرك على مختلف المحاور لمواجهة تدعيات الازمة العالمية الراهنة حيث تقوم بالعمل على توفر مختلفية السلاح في الاسواق وباسعار مناسبة جاء ذلك خلال الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء حيث اكد مدبولي ان الدولة حرصت عند التحريك الذي ترأى على اسعار المواد البترولية على مراعاة امتصاص الدولة للجزء الاكبر من ارتفاعات الاسعار العالمية وبتحميل المواطن الجانب الاقل كما اشار مدبولي الى انه تم تكليف مجموعة اقتصادية متخصصة من الوزراء للعمل على وضع خطط للتعافي والخروج من اثار هذه الازمة العالمية تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا وقد وجه رئيس الوزراء بان يكون هناك تواصل مستمر من الوزراء والمسؤولين مع البرلمان وكذلك وسائل الاعلام المختلفة لشرح التحديات التي يتم مواجهتها حاليا مؤكدا ان الدولة تبدل جهودا مضنية لتخفيف حدة هذه الازمات شهد رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع مذكرة تفاهمين بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي والشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وتحالف الوقود الأخضر وذلك لإقامة مشروعين داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة لإنتاج 350 ألف طن من الوقود الأخضر سنويا بهدف تموين السفن من جانبه أكد مدبولي حرص الدولة على توقيع المزيد من المشروعات التي تعملوا على دعم التحول للاقتصاد الأخضر بما يمكنها من أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة الخضراء وتهدف مذكرة التفاهم إلى إقامة مشروع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة لإنتاج 140 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويا قابلة للزيادة تدريجيا لنحو 350 ألف طن سنويا على أن يتم تغذية المنشأة بالهايدروجين الأخضر المنتج من مياه البحر المحلة والطاقة المتجددة المولدة في المواقع حيث يتم النقل على شبكة الكهرباء الوطنية كما شهد مدبولي مرسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي والشركة المصرية لنقل القهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة إمياب باور الإميراتية لإقامة مشروع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج نحو 390 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويا وعقب التوقيع أشر رئيس الوزراء إلى أن هذا التعاون يأتي في داء اهتمام الشركات العالمية بالاستثمار في مجال إنتاج الطاقة الخضراء في مصر لما تتمتع به من ميزات نسبية في هذا المجال مما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الوفيرة والبنية الأساسية الملائمة فضلا عن موقعها الجغرافي الفريد ووجود إرادة سياسية لأن تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة الخضراء هذا وقد ترأس مدبول اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة نتائج أعمال المراجعة التي تمت منذ آخر اجتماع عقدته فيما يتعلق بأوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها وبناء عليه وافقت اللجنة على تقنين أوضاع 239 كنيسة ومبنى تابع وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 2400 كنيسة واحدة ومبنى تابع وفي ختام الاجتماع وجه رئيس الوزراء التهنئة للمصريين الأقباط داخل مصر وخارجها بمناسبة قرب حلول عيد القيام المجيد من ناحية أخرى عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لاستعراض تقرير مجموعة العمل المصغرة التي وجه بتشكيلها خلال آخر اجتماعا للمجموعة الوزرية الاقتصادية لوضع استراتيجية تحفيز الاقتصاد المصري وتناول الاجتماع مقترحات وآليات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والمشروعات المقترحة لجذب الاستثمارات الأجنبية بالشراكة مع صندوق مصر السيادي كما ناقش الاجتماع تبسيطة وتيسير اجراءات الاستثمار من خلال مواصلة عملية ادماج خدمات الاستثمار بكافة ملاكز خدمات المستثمرين وتشمل الاصلاحات الهيكلية المقترحة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ايضا اتحت تقديم خدمات المستثمرين عبر البوابة الالكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحراء تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وغسل الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين والفساد الوظيفي وتمكنت من ضبط عدد من القضايا في هذا الإتعار تواصل أجهزة وزارة الداخلية تصديها لجرائم غسل الأموال والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والنصب والاحتيال على المواطنين واستغلال النفوز وتزوير المحرارات الرسمية في هذا الإطار تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط خمسة تشكيلات عصابية بقنا والمينيا وأسيط لقيام عناصرها بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم داخل البلاد بالعملة المحلية مقابل عمولة مع الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون وتبين أن حجم تعاملاتهم في التحويلات المالية غير المشروعة والإتجار في النقد الأجنبي بلغ أكثر من 11 مليون قنيه مدرية أمن الإسكندرية تمكنت من ضبط صاحب شركة نقل وسفريات لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي عن طريق إجراء تحويلات مالية غير مشروعة مقابل عمولة بالمخالفة للقانون وبلغ حجم تعاملاته في هذا النشاط الإجرامي 3 ملايين جنيه وعلى صعيد ضبط قضايا الفساد الوظيفي تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط موظف بمكتب بريد بمحافظة جنوب سيناء استغل موقعه الوظيفي وتلقى إداعات نقضية كبيرة على حسابه الشخصي بالبريد من أشخاص مختلفة بعدة محافظات ويقوم عقب ذلك بترك المبلغ في حسابه لفترة زمنية ليستفيد من الأرباح المستحقة عليها ثم يقوم بسحبها وتسليمها إلى المستفدين حتى لا يقوم بدفع عمول لهيئة البريد على التحويلات وبلغ حجم تعاملاته سبعة ملايين جنيها وهو ما أدى إلى إهدار المال العام بقيمة مليون ومئتي ألف جنيها قيمة العمولة المستحقة لهيئة البريد محل عمله على التحويلات المالية التي قام بها وفي إطار التصدر جرائم النصب والاحتيال على المواطنين تمكنت مدرية أمن الغربية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم في مجال تجارة الأدوية البيطرية مقابل أرباح متفق عليها وتوقف عن سداد الأرباح وأصول المبلغ المالية المستولى عليها والتي بلغت أكثر من 56 مليون جنيه مدرية أمن المنوفية تمكنت من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمي وهمي واتخاذه وكراً في النصب والاحتيال على راغب الحصول على شهادات جامعية منسوبة لجامعات حكومية حيث يقوم بمنحهم شهادات مزورة وقد تم ضبط الشهادات المزورة والأدوات والمواد المستخدمة في عمليات التزوير وعلى صعيد ضبط قضايا غسل الأموال تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة وذخائر غير مرخصة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي بسهاج لقيام عناصره بغسل 190 مليون جنيه حصيلت نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق إجراء عمليات سحب وإداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد والتأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضي وعقارات وسيارات لإخفاء مصدرها وإظهارها كأنها ناتجة من كيانات المشروعة خلافا للحقيقة تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 417 قضية تمونية بمضبوطات بلغت نحو 122 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 78 طن سلع غذائية كما تم ضبط نحو 13 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البايع بأزيدة من السعر الرسمي للسلع الغذائية وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط ما يقرب من 22 طن سلع غذائية وغير غذائية أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 632 قضية من بينها 110 قضايا خبز ناقص الوزن و100 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أكد وزير الخارجي يسامح شكري على أهمية الاستثمارات البريطانية في مصر وتطلع إلى تعزيز انخراطها في المشروعات التنموية العملاقة وباستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر جاء ذلك خلال استقبال شكري بمقر الوزارة طارق أحمد وزير الدولة البريطانية لشؤون شمال إفريقيا وجنوب وسط أسيا والكومنويلث والأمم المتحدة وأوضح شكري خلال اللقاء أوضح الجهود الوطنية للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء رئاسة واستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوبا 27 المقرر عقده في نوفمبر المقبل ورحب وزير الخارجية بقرار الحكومة البريطانية بتعديل إرشادات السفر الخاصة بالجزء الجنوبي من محافظة جنوب سيناء ومحافظة الفيوم وما يشمله ذلك من وجهات سياحية من خلال ضمها إلى المناطق الآمنة بما من شأنه تحفيز السياحة الواردة من بريطانيا والتطلع لاستكمال الجانب البريطاني لإجراءات تعديل إرشادات السفر من ناحية أخرى استقبل وزير الخارجية المبعوثة الألمانية الخاصة لعمل المناخ الدولي جينيفر مورجان وأعرب عن تطلعه لمواصلة ألمانيا للطلاع بدور فاعل في مجال تعزيز عمل المناخ الدولي على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف خلال الفترة المقبلة كما أكد وزير الخارجية بصفته الرئيس المعين للدورة المقبلة لمؤتمر المناخ على التشاور مع الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي والاستماع لرؤاها حول جميع الموضوعات كما استقبل وزير الخارجية الرئيس المعين للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ روجر مورتيلة رئيس قطاع الاستدمة بشركة جنرال إلكتريك ويأتي ذلك في إطار حرص الرئاسة المصرية للمؤتمر على التواصل مع شتى الأطراف المعنية بعمل المناخ من بينهم ممثلوا القطاع الخاص استقبلت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصرين بالخارج نبيل مكرم إسلام العشيري بطل إنقاذ العشرات من المصريين والعرب خلال الأحداث في أوكرانيا وعددا من شباب المصريين بأوكرانيا المشاركين في دعم ومساعدة الطلاب والجالية المصرية خلال الأزمة الروسية الأوكرانية وإخراجهم من الأماكن غير الأمنة وأشادت الوزيرة بالجهود الكبيرة للشباب المصري ضمن مبادرة خلينا سند لبعض التي تتبنىها وزارة الهجرة وتعكس شهامة المصريين قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون إن روسيا أخترت الولايات المتحدة بالشكل المناسب قبل إجرائها تجربة لإطلاق صاروخ باليستي عابر لقارات مضيفة أنها ترى اختبار إطلاق الصاروخ روتينيا ولا يشكل تهديدا للولايات المتحدة كان الجيش الروسي قد أعلن في وقت سابق أنه أجرى أول تجربة ناجحة على صاروخ باليستي عابر للقارات من تراز سارمات وخلال كلمة بثها التليفزيون الروسي وصف رئيس الروسي فلاديمير بوتين الصاروخ بأنه سلاح استراتيجي لا مثيل له وسيعزز القدرة العسكرية للقوات الروسية كما أكد بوتين أن هذا السلاح سيضمن أمن روسيا في مواجهة التهديدات الخارجية وسيدفع من سماهم بالأعداء إلى التفكير قبل تهديد روسيا وخلال اجتماع للحكومة عبر الفيديو كونفرنس قال رئيس الروسي أن بلاده ليس لديها السبب للاعتقاد بأن سلوك الشركاء الغربيين سيتغير بشكل كبير كما تعهد بوتين بضمان إحلال السلام وباستئناف الحياة الطبيعية في منطقة دونباس مشيرا إلى أن ما تعرضت له المنطقة أكبر بلاده على بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا كما جدد الرئيس الروسي التأكيد على أن هدف العملية يكمن في مساعدة المواطنين في دونباس في البقابل طالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زلنسك الدول الأوروبية بمواصلة الدعم للحصول على أسلحة متطورة للدفاع عن بلاده لمواجهة العملية العسكرية الروسية جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للرئيس الأوكراني مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في كييف حيث أكد زلنسك أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي أصبح أولوية قصوى من جانبها أكد ميشيل أن المجلس الأوروبي يعمل مع المؤسسات المالية الدولية لحشد الموارد اللازمة لدعم أوكرانيا مؤكدا العمل على تعجيل إجراءات دمام أوكرانيا إلى عضوية للتحاد الأوروبي سبق المؤتمر الصحفي قيام رئيس المجلس الأوروبي بزيارة غير متوقعة للعاصمة الأوكرانية حيث التقى شارل ميشيل بالرئيس الأوكراني في كييف وقال مكتب زلنسك في بيان له أن اللقاء ناقش العقوبات ضد روسيا والدعم الدفاعي والمالي لأوكرانيا والإجابات التي قدمتها أوكرانيا للاستبيان بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي وعلى صعيد المفاوضات قالت الخارجية الروسية أن المباحثات مع كييف مستمرة رغم ممطلة المفاوضين الأوكرانيين وخلال مؤتمر صحفي أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زغاروفا أن أوكرانيا قد تستخدم مروحيات تتسلمها من الولايات المتحدة لشنغارات على أراضي روسيا مشيرة إلى أن المساعدات المالية لكييف ستستخدم لقتل الشعبي الأوكراني والروسي أعلنت أوكرانيا أن خطة الممر الإنساني لإجلاء المدنيين من ميناء ماريوبول المحاصر جنوب شرق أوكرانيا لم تنجح واتهمت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيرتشوك على القوات الروسية بخرق وقف إطلاق النار وقطع الطريق أمام الحافلات كانت كييف قد أعلنت في وقت سابق أنها اتفقت مبدئيا مع روسيا على فتح ممر إنساني لإجلاء النساء والأطفال وكبار السن من ماريوبول موسيقى 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 اشتركوا في القناة شدد المدير الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية الاقليمي شرق المتوسط أحمد المنظري على أن الإجراءات الاحترازية تحدث فارقا كبيرا في جهود مكافحة الفيروس مشيرا إلى أن هذا الوقت ليس وقت التراخي في تطبيق هذه الإجراءات وقال المنظري خلال مؤتمر صحفي أن خمسة بلدان بمنطقة الشرق الأوسط نجحت في تحقيق الهدف العالمي للتطاعمات بلقاح كورونا من أصل 22 بلدا وقعت ولله الحمد خمس بلدان فقط في الأقليم من بين 22 بلدا بالأقليم في تحقيق الهدف العالمي المتمثل في تلقيح 70% من السكان في كل بلد على الرغم من توفر مخزونات كافية من اللقاحات وينصب محور تركيزنا الآن على العمل مع البلدان لضمان وصول حملات التلقيح إلى الجميع ولا سيما الفئات الأكثر ضعفا ومعالجة ترجد السكان في تلقي اللقاحات من خلال عرض الحقائق التي مفادها أن اللقاحات تنقذ الأرواح وأن الكثير من الناس الذين يصابون بعدوى شديدة أو يحتجزون في المستشفى أو يتوفون هم ممن لم يتلقوا أي تطعيم قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب مقاتي أن مشروع قانون الكابيتال كونترول يهدف إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويل المصرفية والسحبات النقدية وأكد مقاتي أن مشروع القانون لا يتعلق بحقوق المدعين بل يشكل أرضية يشترطها صندوق النقد الدولي في سبيل عرض خطة التعافي المنشودة على مجلس إدارته وأكد مقاتي حرص حكومتي على ضمان حقوق المدعين والتزامها المطلق بالمحافظة عليها وضمانها داعيا جميع المسؤولين للتعامل مع خطة التعافي الاقتصادي بموضوعية اعتبر البرلمان العربي أداء رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمنية اليمينة الدستورية خطوة فارقة وبداية حقيقية من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء الأزمة اليمنية وأعرب البرلمان العربي عن تطلعه لإنهاء الأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل وبقرار مجلس الأمن الرقم 2216 مؤكدا موقفه الثابت ودعمه لجهود الحل السلمي بما يضمن وحدة اليمن وسلامة أراضي يترقب الفرنسيون مناظرة تلفزيونية بين المرشحين لرئاسة فرنسا إمانويل ماكرون وامارين لوبان وذلك لأول مرة منذ بدء الحملة الانتخابية وتأتي تلك المناظرة قبل أربعة أيام من الجولة الثانية التي يتنفسان عليها للوصول إلى قصر الإليزي وفي الأسبوع الذي سبق الجولة الأولى كان إمانويل ماكرون هو الوحيد من بين المرشحين الاثنين عشر لم يشارك في مناظرات الإليزي وأرجع فريقه ذلك إلى مشاكله في جدول الأعمال والحرب في أوكرانيا إلى حياة كريمة حيث قامت مؤسسة حياة كريمة في الإسكندرية بتوزيع نحو 45 ألف كارتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجة يأتي ذلك في إطار مبادرة وصل على الخير في المحافظة وخاصة مركز ومدينة بورج العرب وقراء المبادرة الرئاسية حياة كريمة في الإسكندرية محافظة الإسكندرية وزعت تقريبا أكثر من 45 ألف كارتونة على الأسر الأكثر احتياجا طبعا استهدفنا في المقام الأول قراء مركز ومدينة بورج العرب وقراء مبادرة حياة كريمة والقراء الموجودة في النطاق حياة العمرية أول وحياة العمرية تاني هذا بالإضافة طبعا إلى باقي الأسر الأكثر احتياجا في مختلف أنحاء المحافظة طبعا شغل مؤسسة حياة كريمة كان خلال الجمعيات قاعدية كانت موجودة في مختلف الأنحاء خاصة المناطق الأكثر احتياجا ساهم معنا فوق الميت متطوع من مؤسسة حياة كريمة بالإضافة لطبعا عمل مؤسسة حياة كريمة من المنصقين تجاوز العشرة يمكن زي ما قلنا استهدفنا الأسر الأكثر احتياجا تقريبا أكثر من 45 ألف كارتونة أكد محافظ الإسماعيلية الشريف بشارة على جهزية 33 ألف وحدة سكنية بالإسماعيلية الجديدة بالإضافة إلى ثلاثة أندية ومركز تجارية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة جاء ذلك خلال تفقد محافظ الإسماعيلية مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز مدينة القنطرة شرق وتشمل قرى السلام والأبطال والتقدم وجلبانا طبعا احنا بنتابع مشروعات حياة كريمة والإنجاز اللي تم فيها والحقيقة الإنجاز مرضي جدا يعني في كافة الاتجاهات سواء كان في مشروعات المياه اللي تقريبا خلصت بنسبة 95% مشروعات الكباري السبع كباري اللي منقيمها على مداخل ومن خارج القرى احنا ان شاء الله برضو في خلال شهر خمسة هنكون هنا بالكامل مشروعات الصرف الصحي برضو بالكامل بدأوا شغل فيها شهدت قرية صنعاء بمدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد انطلاق أعمال القافلة طبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة وتضم القافلة تخصصات الأطفال والنساء والرمد والأسنان والجلدية والقلب والعظام حيث توفر القافلة العلاجة بالمجان للمواطنين في اطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة نظم فرع ثقافة البحر الأحمر فعالية اليوم الثاني لمشروع تنمية الأسرة المصرية بقصر ثقافة الغردقة حيث أقيمت الفعاليات بمنطقة الصيادين بالغردقة جاء ذلك برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة والمجلس القومي للمرأة وضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن رسما توضحيا لتسليط الضوء على رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لغم التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية على معدلات النمو العالمية وأشار التقرير إلى تحسن توقعات الصندوق لمعدل نمو الاقتصاد المصري للعام المالي 2021-2022 حيث سجل 5.9% في توقعات أبريل 2022 مقابل 5.6% في توقعات يناير 2022 وقد تطرق التقرير إلى توقعات صندوق النقد الدولي بأن يحقق الاقتصاد المصري واحدا من أفضل معدلات النمو العالمية لعام 2022 ليسجل معدل أن يتجاوز 5% وفقا لتوقعات العام المالي 2021-2022 أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي تفاصيل اختبارات نهاية العام الدراسي 2021-2022 وذلك بالنسبة للطلاب المصريين بالخارج والطلاب المكفوفين وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وطلاب الثانوية العامة 2022 وضوابطها وأوضح وزير تربية والتعليم والتعليم الفني أن جميع الأسئلة للمرحلة الثانوية ستكون وفقا لنظام تقييم الجديد والذي بدأ من 2018 والذي يعمل على قياس الفهم ونواتج التعلم وليس الحفظ والطلقين وحول طرق عقد امتحانات الصف الثالث الثانوي أكد شوقي أن الامتحانات سوف تبدأ في العشرين من يونيو المقبل وتستمر حتى الحادي والعشرين من يوليو مشيرا إلى أن الامتحانات ستكون ورقية والإجابة بنظام الشيط وأوضح شوقي أن الأسئلة اختيارية من متعدد فقط على أن يتسلم الطالب ورقة مفاهيم ولا يجوز استحاب كتاب المدرسة أو التابلت تلقى وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعروي تقريرا حول آخر جهود منصة أياد مصر التي أطلقتها الوزارة خلال عامها الأول 2021-2022 وأوضح وزير التنمية المحلية أن منصة أياد مصر تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتمكين المرأة والشباب وإتاحة فرص العمل وتعزيز ودعم جهود الحكومة نحو استراتيجية التحول الرقمي من خلال المشاريع والمبادرة التي يتم تدشينها في إطار توجيهة رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات التي تستهدف دعم المستثمرين وتستهدف تيسير أعمالهم بمختلف المحافظات قام الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب بزيارة المنطقة الاستثمارية ببنها وميت غمر لتفقد سير العمل بالمشروعات العاملة بالمنطقتين وبمتبعة رفع الكفاءة الإنتاجية بها وخلال الجولة التفقدية أكد عبد الوهاب أن الهيئة العامة للاستثمار قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير المناطق الاستثمارية القائمة بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء مناطق استثمارية جديدة مما يسهم في زيادة فرص الاستثمار بمختلف محافظات مصر تتابع الحكومة بشكل دوري موسم حصاد القمح في مختلف محافظات الجمهورية حيث تطلق وزارة الزراع تقارير يومية من قيادات الوزارة المعنية حول الحصاد وتوريد المحصول وقد شهدت العديد من محافظات الجمهورية ندوات إرشادية لتشجيع المزارعين على توريد القمح والاستفادة من حزمة الحوافز التي تقدمها الدولة مع تواصل عمليات توريد محصول القمح بمختلف محافظات الجمهورية بدأ المزارعون والشركات الاستثمارية في محافظة الوادي الجديد ومنطقة شرق العوينات في حصاد سنابل الخير حيث تمت زراعة مساحة 342 ألف فدان ومن المتوقع أن توفر ما يقرب من 750 ألف طن من أجود أنواع الأقمح نهيب السيدة المواطنين ونتمنى نسبة التوريد والمستهدفة في الوادي تقترب من 750 إلى مليون طن إن شاء الله في السنة دي بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية وبقية المستثمرين وصغار المزارعين في الوادي جيد من أول فرفرة لغاية العوينات حالياً جاري عمليات التوريد للصومعتين سواء صومعة شرق العوينات ودي ساعتها حوالي 60 ألف طن وصومعة الخارجة وساعتها 45 ألف طن وفي أسوان بدأ المزارعون في توريد القمح بقرى وادي الصعيدة حيث عبر المزارعون عن شكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسي لمنحهم الأراضي الزراعية وتوفير السماد إضافة لزيادة ثمن توريد طن القمح عن العام الماضي أخذت قطعة أرض ست فددين ببيتهم صلحت منهم ثلاثة وزي ما حضرتكم شايفين جيت ربنا أكرمني زرعت فدان ونص أمح وفدان ونص حجازي عشان خطر برضو مشروع ما واشي هتطور في إنشاء الرحمن والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى وأكرمنا وخير كثير وخير لنا والبلدنا ونورد إن شاء الله المحصول بتاعنا لمضاحنا لنا والأهلنا هذا وتقوم الحكومة بجهود كبيرة لتأمين احتياطي استراتيجي من القمح من خلال زيادة قدرات التخزين فضلا عن إطلاق عدد من المشروعات القومية لزيادة المساحات المنزرعة في مشروعات مستقبل مصر وتشكا وشرق العوينات تواصل الدولة وجهودها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات والسلع ويأتي من ضمن هذه الجهود يأتي تطوير مصنع الدلتة للسكر بالحامول بكفر الشيخ والذي يعد أكبر مصانع إنتاج السكر من البنجر استمرارا لجهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات والسلع جاءت جهود تطوير مصنع الدلتة للسكر بالحامول بكفر الشيخ مصنع الدلتة للسكر أكبر مصانع إنتاج السكر من البنجر يتعاقد مع المزارعين لزراعة الكميات المتعاقد عليها ويقدم تسهيلات عديدة للمزارعين الدلتة للسكر هي أول مصنع لصناعة السكر من البنجر في مصر تم وضع حجر الأساس الرئيس الراحل محمد أنور السادات سنة 79 في سنة 96 تم بطاقة إنتاجية 6 ألف طن بنجر يوم سنة 96 تم إضافة الخط الثاني بطاقة إنتاجية 8 ألف طن بنجر يوم السنوات الأخيرة تم رفع الطاقة الإنتاجية للمصانع لتصبح 21 ألف طن بنجر يوم بمجرد دخول البنجر المصنع يتم وزنه وأخذ عينة منه لتحليلها لتبدأ بعدها مرحلة التقطيع والتنقية حتى المخرج النهائي حسب المواصفات القياسية بنتعامل مع أهلين المزارعين بنظام زراعة التعاقدية بنتعاقد سنويا مع ما يقرب من 70 ألف مزارع لمساحة تفوق 120 ألف فدان الحمد لله الشغل المنتظم إحنا بنشتغل يمكن ليل نهار زي ما احنا شايفين في المصنع وفي نفس الوقت بنلبي القطاعات كبيرة جدا خاصة بإنتاج الصناعات الغذائية اللي بيدخل في صناعتها السكر علاوة على السكر اللي بيطرح في الأسواب بشكل حر لأهلين المواطنين وينتج المصنع ثلاثة منتجات هي السكر وخام الملاث والتفل المجفف الذي يستخدم في صناعة الأعلاف بيبدوهم الملاث والشركة المساعدة للفلاح وبيدوهم أحسن تجاوي والتجاوي اللي هي بتفيد الفلاح وبتطلع وبتجيب إنتاجها أكثر وبتساعدونا لو فيه تجاوي متخزينة وبجالها فطرة ومش هتجيب إنتاج بالمهندسين المسكين المناطق بينبوهم للفلاح للمزارع ذات نفسه شخصيا إن هم بيعرفوه إزاي يتعامل مع البنجر عملت الحكومة على تطوير المصنع كما تمت مراجعة كافة أعمال السلامة فضلا عن افتتاح أكبر محطة معالجة مياه الصرف الصناعي لإعادة تدوير المياه تشهد محافظة بورسعيد تطورا كبيرا يشمل مختلف المرافق والمنشآت تطور امتدى ليتضمن سوق السمك الحضري بالمحافظة ليأتي كبديل جديد ومتطور للأسواق العشوائية تطور شامل تشهده محافظة بورسعيد وانعكس هذا التطور على كافة المرافق والمنشآت بالمحافظة وصولا لسوق السمك الحضري بالنطاق حي العرب الذي جاء كبديل جديد ومتطور للأسواق العشوائية فبعد إعلانها أولى المحافظات المصرية خالية من العشوائيات تسعى المدينة الباسلة لأن تكون المحافظة الأولى في الأسواق الحضرية غفرة كبيرة جدا في الأسواق على مستوى المحافظة بالسوق الجميل والسوق السمك لأن كل حاجة موجودة في السوق تكامل كامل من كل النواحي موجودة نوعيات مختلفة نوعيات عديدة جدا وما أدراكة ما نوعيات الجيدة بتاع أسماك البحر وأسماك القناة وأسماك المزارع وأسماك بحيرة المنزلة وحيرة البردويل فنحن الحمد لله بنتمتع كمحافظة بورسعيد الأولى في جودة أنواع السمك طبعا هي حاجة مشرفة جدا إنشاء السوق عصر بالشكل الجمالي ده والخيرمات كلها ما شاء الله حاجة متوفرة والواحد ما شاء الله لما بينزل السوق بيلاقي كل خيرمات متوفرة وتتوافر في السوق معظم الأسماك والكائنات البحرية التي يتم تقديمها للعملاء بأشكال عديدة ويتوافد الألاف يوميا على سوق الأسماك الذي يقام على مساحة 20.700 متر مربع فيما يقع المبنى الإداري على مساحة مسطحة تبلغ نحو 670 متر مربعا وبتكلفة بلغت 50 مليون جنيه هنا كل حاجة متوفرة هناك ما كانش في مطاعم ما كانش في تجهيز ما كانش في أعداد للزباين الأغراب اللي كانوا بيقوا مثلا من جماعة المحافظات ورحلات كانوا بيقوا ما تلاقواش أي حتة أكلوا فيها هنا بيقوا الوقت بتلاقوا كل حاجة ما كانت متوفرة وكل حاجة ما موجود هنا بسم الله ما شاء الله كل الخدمات موجودة وكل الخدمات متاحة سواء مشوي ماء اللي سمك عايزه متنظف سمك عايزه كذا الدين كلها هنا تمام زي الفل السوق تضم 82 محل تجزئة بمساحة 20 مترا مربعا و104 محل سريحة بمساحة 10 أمتار مربعة و30 محل جملة بمساحة 40 مترا مربعا ومطعمين على مساحة 100 مترا مربع فضلا عن عدة أفران للأسماك ومحال للتنظيف بجانب تزويده بكل الإمكانات والخدمات اللوجسية بالإضافة إلى منطقة انتظار السيارات أمام جميع مداخل السوق البالغ عددها 6 والسوق مدعومة بأحدث نظم إطفاء الحريقة بالإضافة إلى شبكة صرف حديثة إذن هي جهود كبيرة تبزلها الدولة لتطوير كافة المرافق والمنشآت للمواطنين لاستعادة الوجه الحضاري للمحافظات وتقديم خدمات مميزة للمواطنين وفي الأحوال الجوية والتقس توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس تقس ربيعي معتدل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وبارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للبرودة على شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات وعلى عدد من العواصم العربية والعالمية عالمية موسيقى 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 انتهت نشرة الأخبار وليكم أهم ما جاء فيها موسيقى خلال اجتماع الحكومة مدبولي يؤكد أن الدولة تتحرك لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الراهنة موسيقى الخارجية ترحب بقرار بريطانيا تعديل إرشادات السفر الخاصة بجنوب سيناء والفيوم موسيقى موسيقى زيلينسكي يؤكد أهمية انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي وبروكسيل تبعته برسالة طمأنة لكييب موسيقى موسيقى ختم ونشرتنا لكن هواء التاسعة مستمر مع حضراتكم مع الإعلامية شفك المنيري أهلا بكي شفكي موسيقى 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 نور يا نوها موسيقى نور يا ياسر وأهلا بكم دايما منورين يعني شاشة التاسعة ولكل صناعة الأخبار بتمنى لكم كل التوفيق شكرا ليكي ونتمنى لكل التوفيق كل سنواتو طيبين كل سنواتو طيبين كل سنواتو طيبين إن شاء الله كل سنواتو طيبين شكرا مشاهدين الكرام اسمحوا لنا الآن نبدأ معكم فقرات التاسعة